بسم الله الرحمن الرحيم أنا الطالب عمار بن ناصر البريدي من مدرسة حي التراث بولاية نزوة بسلطنة عمان شرفني الله ولله الحمد بالمشاركة في الرهلة التكريمية لطلاب جماعة تحفيظ القرآن الكريم إلى محافظة كيرلا بقمهورية الهند الصديقة وقد نظم هذه الرهلة مكتب كيس اي للسفر والسياحة حيث حطتنا رحالنا إلى منطقة كوتشي وسكننا في فندق ليزور إن والذي يعتبر أحد الفنادق الحديثة وكان فندقا ذا خدمات متميزة وطاقة من بشوش وطعام طيب استمتعنا في منطقة كوتشي بالمناظر الخلابة توجهنا بعد ذلك إلى منطقة تيكادي حيث سكننا في فندق سينامون والذي لم يكن أقل من فندق كوتشي السابق استمتعنا في منطقة تيكادي بكل من عروض المقاتلين وسياحة السفارية انتقلنا بعد ذلك إلى منطقة مونار حيث سكننا في منتقع كوكمير وفي فندق سلفر تيبس استمتعنا في مونار بزيارة كل من مصنع الحلويات وحديقة دريملاند ومتحف الشاي ومنطقة الصدع كذلك بعد ذلك توجهنا إلى منطقة كوتشي مرة أخرى حيث استمتعنا بركوب الفيلة وزيارة حديقة واندرلا المائية في النهاية نشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا في هذه الرحلة ونشكر أيضا مكتب كي اس اي للسفر والسياحة على تنظيم هذا البرنامج المتميز وانصح كل من يرغب في التوجه إلى زيارة جمهورية الهند الصديقة بالتعامل مع مكتب كي اس اي حيث أنهم طاقم ذو وقوهم بشوشة كما أنهم قد استقبلونها بالورود الحمراء وبالترحيب الحر هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمي سيف لبريدي من سلطانة عمان من المحافظة الداخلية بتوفيق من الله تم اختياري للرحلة التكريمية لحفظة كتاب الله بمرسة حي التراث للتعليم الأساسي حيث كانت الرحلة إلى كيرنا الهندية وضمن الرحلة الثالث مناطق هي كورشي وتكدي ومونار حيث استحبنا مكتب كي اس اي إلى أماكن كثيرة أهمها جيب السفاري ركوب الفيلة حريقة دريم لاند مصنع الشاي ومصنع الشوكولاتة والحريقة المائية وقد تخلل الرحلة مسابقات وفعاليات كثيرة وأخيرا أتقدم بشكل جزيز إلى مشرفية الرحلة الثلاثة وأيضا المدرسة وأيضا مكتب كي اس اي على قهودهم المبذولة لتوفير الراحة لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته